إسلام، التحركات المصرية وموافقة حماس وفي نفس الوقت ألعنت الإسرائيلي بتشوف ده في أي إطار؟ ما شوف أن ده انتصار للإرادة المصرية العربية بشكل أساسي ليس المصرية فقط، المصرية العربية وانتصار للقضية في حد ذات، انتصار كبير للقضية في حد ذاتها اللي أصبحت على طاولة جميع القادة والزعماء والمجتمع الدولي باعتبار أن هناك مظلومية وهناك حق ضائع عبر عقود طويلة جدا لابد أن يسترد الآن الجميع تحدث عن دولة فلسطينية مستقلة رغم الفاتورة السقيلة والدماء التي تنزف والشهداء الذين نفقدهم يوما بعد يوم والتدمير الذي حدث تدمير غير مسبوك هولوكوست جديد بيد اليهود الذين يحملون مظلومية تاريخية ويتحدثون عن المحرقة في نفس الوقت أعتقد أن ما قامت به مصر حفاظا على القضية لعدم تصفية القضية والخطوط الحمراء التي رسمتها مصر وأجبرت إسرائيل على احترام هذا يعني والعالم كله العالم كله عندما جاء إلى القاهرة بداية من قمة القاهرة للسلام حتى اللقاءات السنائية ما بين الرئيس عبد الفتح السيسي وديفيد ماكرون وأنطوني بلينكين وغيره من القيادات وزعمات الأوروبية والأمريكية أعتقد أن الرسالة المصرية وصلت للجميع بأنه جاء يعني حان الوقت لأن تكون هناك دولة فلسطينية فكرة الاعتداءات المستمرة وفكرة تحميل المقاومة بأنها هي المسؤولة عن تفاقم الأوضاع والتصعيد الذي جرى وأن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها مصر وضعت الجملة بين قوسين ما يجري هو إبادة جماعية وأصبحت الجملة هي شعار تم سكه ومفردات مصرية يتم تدولها دبلوماسيا عبر العالم كله إذن صحيح الموقف صعب لكن أن نصل أن تصل الجهود الدبلوماسية دبلوماسية الرئاسية وما جرى من المفاوض المصري يعني في قتال عنيف وشرس من أجل التهدئة من أجل وكفة إطلاق النار مجهود كبير قلت عليه مجهود مضني مع مفاوض مراوغ بطبيعته ولكن انكشفت اللعبة أمام العالم كله الحماس تقبل بالهدنة وتقبل ببندها وإسرائيل تراوغ ترفض تصر على التصعيد فأصبح العالم كله يعني يرى إسرائيل دولة أو حكومة منبوزة معزولة تستحق العقاب خليني أقول معلومة يا سيد يوسف للسادة المشاهدين أن منذ أيام كانت هناك شحنة أمريكية من السلاح الأمريكي في طريقها إلى إسرائيل تم منعها بقرار أمريكي هناك ضغوط كبيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية أن السلاح الأمريكي الذي يمنح لإسرائيل بدون شروط وبلا شروط أصبح مسألة تحتاج إلى مراجعة في الداخل الأمريكي حتى من الديمقراطين أنفسهم أنه يبادى الشعب الفلسطيني بسلاح الأمريكي اشتركوا في القشف إذا كنت سأقوم بتدفع أمريكي أنفسهم أمريكي